اشتركوا في القناة يجب التوقف والتحدث صراحة والتفكير في كيفية حلها فما هي الأخطاء الشائعة التي تقع بين الزوجين؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله فتابعوا معنا بداية مشاهدين هناك بعض العلامات التي تشير بشكل واضح إلى أن هناك مشكلة أصيلة في الزواج وأن تلك المشكلات تحتاج إلى علاج حتى لا ينتهي الزواج بالفشل وعلى رأس هذه العلامات انتقاد أحد الزوجين للآخر بشدة دائما والجدال في نفس المشاكل مرارا وتكرارا وعدم الاستمتاع بقضاء الوقت معا بل وقضاء الوقت بعيدا عن الشريك الآخر ومنها عدم مشاركة شؤون الحياة والفضفضة لبعضهما البعض وهناك ثمانية أخطاء يفعلها الرجل تؤدي إلى الزواج الفاشل أولا ترك الزوجة وحيدة حيث يقضي الزوج وقته بعد العمل كل مرة أمام التلفاز فقط أو مع أصدقائه أو الخلود للنوم سريعا دون مراعاة أن زوجته ترغب أيضا في الجلوس معه قليلا ثانيا الابتعاد عن الزوجة وعدم الاهتمام بها من أسرار التواصل الناجح بين الزوجين أن يراعي الزوج التحدث إلى زوجته في أوقات مختلفة خلال اليوم ثالثا تصيد الأخطاء الدائم للزوجة وهذا يؤدي إلى خلق عداوة بين الطرفين تنتهي على الأغلب بحدوث نزاع بين الزوجين رابعا عدم اعتذار الزوج عن أخطائه أبدا وخاصة إذا كان في حق زوجته ظن منه أنه سيظهر بشخصية ضعيفة أمامها إن اعتذر فلن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الخلاف بينهما أكثر خامسا الاستخفاف بمشاعر الزوجة مثل تحدث الزوج عن رغبته في الزواج مرة أخرى أمام زوجته حتى إن كان هذا على سبيل المزاح رغم علمه جيدا بمدى تأثير هذا الأمر فيها سادسا تجاهل تلميحات الزوجة سابعا عدم تحمل الزوج للمسؤولية من أكثر الأمور التي تجعل مكانة الزوج تهتز عند زوجته عدم تحمله للمسؤولية سواء كانت في عمله أو منزله أو مع عائلته بل وقد يحمل بعض الأزواج مسؤولية كل هذا تماما على زوجاتهم وثامنا أنانية الزوج ومن الأخطاء التي قد تنسف الحياة الزوجية بسبب أخطاء المرأة أولا على المرأة أن تعلم أنه ليس من المودة والتراحم كثرة التشكي والتأفف من معيشة زوجك ورزقه فكوني قانوعة واشكري زوجك على ما يجلبه لك من طعام وشراب وثياب فلتحذري من هذا السلوك فالعاقبة غير حميدة في الدنيا وكذلك الآخرة ثانيا أسرار البيت آمانة يجب عليك المحافظة عليها وتفريطك بها يذهب ثقة زوجك بك فاحذري أن تكون أسرار بيتك موضوعا لثرثرتك أو فضفضتك مع قريناتك قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ثالثا أشعريه دائما بالأمان والثقة بأنك تتمنين أن تطول الحياة بكما معا ومع أطفالكما وابتعد عن الأحقاد ولا تحقر أعماله ولا مشترياته ولا تقلل من شأنه أو من شأن وظيفته أو شهادته فهذه التصرفات إن وقعت فيها سوف تنسفين كل ركائز المحبة والاحترام بينكما إياك أن تشعريه بأنه مقصر معك عاطفيا وأنه جامد لا مشاعر له وأنك متضايقة من تبلد أحاسيسه ومشاعره فكل ذلك ولا شك سيزيد جموده وتبلده بل ربما يؤدي إلى عناد منه يدفعه للزيادة في إهمالك وعلى العكس تماما بالغي في إطرائه ومدحه على أمور فعلها لك ولم يلقي لها بالا إياك أن تقارنيه مع أبطال الأفلام والمسلسلات سواء ظاهريا أو ضمنيا وهناك نوع من الزوجات لا تطيع الزوج في أمر إلا بعد أن يتنفس الصعداء من جراء جدالها معه ومناقشتها إياه والحياة بهذه الطريقة لا تستقيم فالجدال يعمل على اختلاف القلوب وكثرته تؤدي إلى النفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تختلف فتختلف قلوبكم وإياك من كثرة العتاب أو رفع صوتك عليه في المناقشات أمام الأولاد أو في الأماكن العامة تقبل الوضع الخطأ وعالجيه بذكاء فإذا عاد زوجك في وقت متأخر من الليل مثلا فلا تصرخ في واجهه وتثير ضجة لأنه حين يأتي متأخرا يكون شعوره حافلا بالذنب فحاول أن تشعريه أنك كنت خائفة من الجلوس وحدك في المنزل أو أنك افتقدته طوال الوقت الماضي لا تفضحي كذبة فأحيانا يتعمد زوجك الكذب بهدف التصالح معك وحرصا على شعورك احذر أن تكون مقلقة لزوجك إذا أراد منك حاجته الزوجية أو تتبرم بالأعذار الواهية فقد جاء الوعيد الشديد في ممانعة المرأة لزوجها إذا طلبها لفراشه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح إياك والغيرة الدائمة فإنها مفتاح الطلاق تجنبي كثرة الأسئلة المريبة ولا تكون من اللواتي يفتشن الجيوب ويتنصتن على المكالمات ويتصيدن الهفوات خصوصا إن كانت لك ضرة أو ضرات كل ذلك مذموم عواقبه وخيمة وبالأخص إن كانت غير جنونية من أمه وأخواته ومن أمور كثيرة لا يحق لك الغيرة فيها فالزوجة الصالحة لا تسأل زوجها الطلاق من غير سبب يلجئها إليه وإن استفزت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة فأرجو أن تمحي كلمة طلقني من قاموس حياتك فالطلاق لن يريحك ولا سيما بعد أن تنجي بالأطفال والزوج كثيرا ما يكون متعقلا ولا يستجيب لمهاترات الزوجة لكن الحصيلة لتلك المهاترات هو قلق الأبناء وزرع الخوف الدائم في حياتهم بالطلاق فرفقا أيها الأزواج والزوجات بأنفسكم وبأولادكم وبأهليكم نسأل الله تعالى أن يحفظ بيوت المسلمين رجالا ونساء أطفالا وشيوخا وأن يوفقنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر